احتفى مركز اكسبو الشارقة بنجاح الدورة الرابعة والاربعين من معرض الشرق الاوسط للساعات والمجوهرات الذي اختتم مؤخرا فعاليات نسخته الاولى لعام 2018 حيث استقطب اكثر من 60 الف زائر وشهد مشاركة اكثر من 500 عارض من مختلف دول العالم وكرم المركز الشركاء والرعاء والموظفين الذين اسهموا في نجاح الحدث وتم تسليم عشرة فائزين بالسحوبات التي جرت طوال ايام المعرض سيارة بي ام دابليو فاخرة موديل 2018 وسبائك ذهبية وقطع الماس حضر الحفل سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس ادارة مركز اكسبو الشارقة وسعادة وليد عبدالرحمن بخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة الغرفة وسعادة محمد علي هلال الحزامي عضو مجلس ادارة الغرفة وسعادة سيف محمد المدفع رئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة